كابتل محمود الخطيب طلب من الناس في النادي الاهلي تتابع هي وعمل زينا بالزبط حيستنى يوم الاربع ساعة 12 مساء وسانية القصة بتاعت كهرباء هو طالب من الناس تتابع سيستم الفيفا علشان خاطر يبدأ يتعامل مع كهرباء ويحط يعني لاجة التخطيط والجاز الفني يتعامل مع كهرباء كلعيب عائد الى صفوف النادي الاهلي كولر المدير الفني قاعد مع كريستو مع خرد عبد الفتاح عندنا اللقاء كده مع خرد عبد الفتاح زيار ايمن النادي الاهلي الجديد هنشوفه بعد شوي هنشوفه بعد شوي اللي قاعد معهم النهاردة وقال لهم بص يعني انتوا جايين بموافقتي وبالتالي عندكم كريدت يعني عندكم حاجة ضامنة مش انك تلعب ان نشوفك ونركز معاك واني ادعمك لكن قبل بدعمك في دعم مهم جدا قبل الدعم بتاعي دعم نفسك عليك ان تقاتل وتشتغل وتلعب عشان تضمن المشاركة وقال لهم ان اللعب للاهلي مختلف يعني وانت بتلعب في سموحه حاجة وانت بتلعب حتى في النجم الساحلي في تونس حاجة ده الكريستو وانك تلعب بالاهلي حاجة تانية لان الاهلي لا اقدارة لا جمهور طبعا في الاول ولا اقدارة ولا جهاز فني ولا لعبين بيقبلوا الا الفوز ولازم تبقى فاهم ان ده قدر انك تلعب في نادز الاهلي فلازم طول الوقت تبقى فاهم ان الانتصار هي اللغة الوحيدة اللي يعرفها المنتمين للنادي الاهلي فلازم تقعد طول الوقت تقاتل حتى لما تاخد الفرصة تقاتل على الاستمرار فيها وانك تشتغل على حصد البطولات والمكسب فقط لا غير على فكرة محمود علاء المباراة بتاعة الانتحاد السكندري مع الزمالك يوم الخميس مش هيلعب يعني عنده زي كده شد او حاجة في العضلة الخلفية او حاجة يعني اجهاد بتاع وبعد الناس بتقول ماذ ماذ احيطول ممكن يكون اجهاد يعني كان فيه كلام انه بعد صفقة مران عطية نادي الزمالك متضايح يرجع محمود علاء الاتحاد السكندري قال ان العقد بتاع محمود علاء مع نادي الزمالك مفوش اعادة ابدا في شهر يناير لهذا اللعب المعار وانه مستمر مع نادي الاتحاد السكندري حتى نهاية هذا الموسم حتى الاتحاد السكندري نفسه متمسك به فمكمل محمود علاء حتى نهاية هذا الموسم على فكرة فيه عرض يجايل ليوسف اوباما من نادي الحزم السعودي الزمالك في طريقه ليه الموافقة عليه و الزمالك خلاص يعني يوسف اوباما بالنسباله مالوش دور خلال الفترة اللي جاية وفي كل حتى الصفقات اللي الزمالك بيبرمها بتلاقي اسم يوسف اوباما تحط من ضمن اللاعبين اللي تدخل في الصفق يعني عايزين اللاعب مثلا مرمان عطيها مثلا لما كان الزمالك بيتكلم مع الاتحاد من ضمن العايب اللي تروح من الزمالك للاتحاد كان يوسف اوباما فهو محطوط في كل الصفقات اللي الزمالك بيفكر فيها بدليل انه هو ايه اااااااا مش في البال يعني